في اليوم الثالث لعملية فجر جروض تواصل وحدات الجيش استهداف ما تبقى من مراكز تنظيم داعش الإرهابي بالمدافع الثقيلة والطائرات فيما تقوم وحدات الهندسة في الجيش بتنظيم المناطق المحررة من الألغام والعبوات والأجسام المشبوهة وفتح الثغرات في حقول الألغام أمام الوحدات الأمامية استعدادا لتنفيذ المرحلة الأخيرة من العملية وفق الخطة المرسومة من قيادة الجيش هذا ورفع فوج المجوقل في الجيش اللبناني صور الشهداء على التلال المحررة من تنظيم داعش ونتيجة البحث والتفتيش في المناطق التي استعادها الجيش من التنظيم الإرهابي خصوصا داخل المراكز والمغاور والخنادق تمكن من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأعتدى العسكرية تشمل مدافع هون ورشاشات متوسطة وثقيلة ومنادق حربية وقنابل يدوية وقذفات مضادة للدروع وصواريخ مضادة للطائرات وعبوات ناسفة وألغام مضادة للأشخاص والأليات وقذائف وذخائر من عيارات مختلفة بالإضافة إلى كميات من أجهزة الاتصال والتصوير ومعدات عسكرية متنوعة وأدوية ومنشطات أهل البلدات الحدودية التي عانت من وجود الإرهابيين يشكلون خلال هذه المعركة حاضنة شعبية وداعما أساسيا للجيش اللبناني في معركته ونحن كأهل بلدة بمسلميها ومسيحيها داعمين لهذا الجيش لأنه هو الخط الدفاع الأول والأخير عن هذا البلد من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه وجود المسلحين بجرود غير مبرر بقاءه بعد والناس بحاجة ترجع لحياة طبيعية لتأمن سبل عيشة لحتى تعيش بأمان وباستقرار فأكيد هذه العملية بتريح كل الناس وخاصة عم يقوم فيها الجيش اللبناني لأنه هو المخول الوحيد لحتى يحمينا ويحافظ علينا بهذا البلد وفي مستشفياء الروم وجعي تاوي تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون العسكريين جرح الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية التي نفذت قوى الجيش خلال اليومين الماضيين في منطقة جرود رأس بعلبك والقاع وعرسال حيث اطلع على أوضاعهم الصحية وحاجاتهم المختلفة والمعالجات الطبية الجارية لهم منوها بتضحياتهم وشجاعتهم في الميدان ومتمنيا لهم أشفاء العاجل اشتركوا في القناة